إلى مدينة عكا هناك ينتظرنا الزميل فتح الله امريح مساء الخير فتح الله مساء نور زميلي شاكر ندعك بداية هنا من مدينة عكا شاهد هذه الصورة ها هي قوات حرس الحدود تدخل على اذا كانت الكاميرا تستطيع التقاط هذه الصورة قبل ان تمر هذه القوات لا اعرف اذا كنتم قد اتقطوها هذه مدينة عكا قوات من حرس الحدود تحوم بمدينة عكا يعني فرق من حرس الحدود المئات من جنود حرس الحدود والشرطة تحوم بكل احياء مدينة عكا كما رأينا قبل قليل هنا من خلفي نحن نتواجد تقريبا بالقرب من مناطق التماس في مدينة عكا المناطق التي شاهدت طبعا هنا مناوشات عنيفة ليس بعيدا من هذا الدوار دوار الفانوس الذي اضيء برمضان شهد احتفالات كثيرة هنا كانت مناطق التماس اليوم يعني نرصد الواقع والحقيقة عبر قناتها عكا تعيش ما زالت تعيش الوضع المتوتر مع محاولات لاهالي ولجان شعبية وشخصيات دينية لاعادة الحياة لمدينة عكا لكن على ما يبدو ان المبادرات من شخصيات مسؤولة لم نراها حتى الان في هذه المدينة علما ان كما حدثني اهالي عكا ان هناك مبادرات فردية على الاقل تحدث مع احد الناشطين هنا في مدينة عكا الذي يعيش في بناية مختلطة ما بين العرب واليهود قام الليلة الماضية بدعوة العرب واليهود الذين يقتنون بذات البناية وقضاء صهر ممتعة سوية للحديث عما يجري يعني هناك مبادرات شخصية لاعادة الحياة على مجراها كما كانت سابقا في مدينة عكا الصور التي رصدناها قبل قليل هي قوات لحرس الحدود تتجول في مدينة عكا على ما يبدو لمحاولة منع اي ظاهرة عنف او مناوشات علما ان مدينة عكا كانت الليلة الماضية نوعا ما هادئة للغاية ولكن ما زالت المدينة تعيش بحالة من الترقب والتوتر يعني خلال دخولنا اليوم مع طاقم مصوري قناة هلا الى مدينة عكا رأينا ان حواجز الشرطة متواجدة في كل مداخل مدينة عكا يسألون اذا كنتم من عكا ستدخلون اذا لم تكنوا من مدينة عكا ربما يعيدكم نحن قطاقم مصورين في قناة هلا وكصحفيين سمح لنا بالدخول لمدينة عكا لتغطية ما يجري هنا السوق القديم ما زال يعاني كثيرا من ازمة اقتصادية صعبة للغاية محلات هناك ما زالت مغلقة الاغلاق بسيط للغاية لا اغلاق يعني لا يعني لا محلات باتت مغلقة بجميع ابوابها يعني هناك محاولات لاعادة الحياة الى جانب لؤاي فارس مدير مراكز الجامهيرية في اسوار عكا تفضل امام الكاميرا كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة يعني احنا نحن شاهدنا قبل ايام برمضان اضاءة هذا الفنوس كانت هناك يهودا وعاربة بالاضاءة اليوم الحركة باتت معدومة هنا كيف يمكن ان تعود الحياة لعكا ما هي الاجواء التي تصفها اليوم انت كمواطن في مدينة عكا ما هو الوضع اليوم؟ الوضع اليوم يعني محزن بعد الاشياء اللي صارت بس عكا مرت بكتير ازمات وعكا راح تكمل ورح ترجع لنشاطها احنا بمرقزة مهرية راجعين على النشاط يعني كان اخر اسبوع جمعة سابت ليك احنا ما عنا برامج بس من اليوم وبقرة عنا البرامج راجعة نحاول نرجع الحياة لمجريها وندعي لكل الناس انو تيجي وتزور عكا عكا جميلة وناسها بيحبوا الحياة يعني مبارح كان فيه مبادرة من اهل عكا مش من مؤسسي واحد كتب استاتوس بالفيسبوك تعالوا ننظف عكا ومئات نزلوا على البلد من مدر مدارس ومؤسسات مشايخ لشبيبي لأقبار صغار كل المعينة المعدات تنظيف ونظفوا عكا ومش بيعني يعني فيش بتحسش علي انو تعبنين عم بيغنوا كان احتفال تنظيف فهاي الناس بتفرج قدي انها عكا واهلة فهمنين وبيحبوا البلد وعند انتماء مزبوط صار اشياء اللي هي احنا من المذة فيه اشياء اللي صارتوا منها المركز جماهيري الصراية اتقصر ونسرق بس صار عندك هون تكسير وسرقة صار تكسير وسرقة بس هادا بقولش اشي احنا مزبوط بعجبناه شي اشتغلي ومننبذها بس اغلب اهل عكا ازا مش كلن بندوا بذوا يشتغلي وبدن الحياة فيه اش بقولن هادول من عكا وادول مش من عكا اللي عامنوها بديش افهوده بالشغلي احنا بلدنا واحنا اهل عكا منحب عكا واللي بميز عكا طيبة اهليها ومحبة الناس لبعضها وللبلاد هاي اللي راح يترجع الحياة لمجريها وترجع عكا زي ما كانت واقتر يعني احنا نتحدث هنا ويعني هذه الاحياء من خلفنا عربا ويهودون يهودا يعيشون مع بعضهم البعض هنا الاجواء هادئة عمليا كما رأيناها التجول لقوات وحرس الحدود احيانا والشرطة انت كشخص مسؤول في شبكة مراكز جمهرية اصوار عكا هناك نشاطات كثيرة تقومون بها هل يمكن تجاوز هذه المرحلة؟ هل ممكن ان نرى نشاطات تعود بشراكة مثلا بلنا العرب واليهود؟ كيف الحياة اليوم بناتكو؟ شو الوضع بناتكو اليوم؟ اكيد الوضع حساس من الطرفين كل واحد بفكر انه هو مع حق وهو الصح من الطرفين بس عكا يعني احنا خلقنا وعايشين مع بعض لا احنا راح ينظر نطلعين ولهن راح يدروا يطلعونا احنا هون موجودين شوي شوي الازمة بتمرق يعني احنا اللي كان قبل كان حياة كتير حلوة طبعا في دائما متطرفين بهذا الشيء او دائما متطرفين بهذا الشيء عم نحكي على الاغلبية الاغلبية بدنا انه الحياة ترجع زي ما كانت ويرجعوا ويعيش كل واحد ببيته وبحارته بامان فاشان اقدر اعيش بامان بدي اعطي غير الامان وبسرش انا ااجي معطيكاش امان ولا قامد احس بامان وكله بده هيك الاغلب بده هيك والاراضي هاي راح ترجع الحياة ان شاء الله عن قريب ذكرت انه اهل عكا نزلوا نظفوا المدينة القديمة في زوار عم توصل لغاد انت وين صرتوا بالترميم عم بترمموا الاضرار اللي صارت عندكو كذلك هون في المسرح او في مركز السرائي المركز السرائي لا حاليا الاضرار بعده وسكرناه احنا نقلنا شغلنا على محل تاني حاليا عابل ما نقدر نشوف نقدر كل الاضرار اللي كانت ونقدر نعملها الزوار حاليا مسكرين زي ما انت تفضلت باول الحديث اعكا مسكرة كمان لانه اجوا من برا من الجهتين وحاولوا يخربوا فالقرار انا حصب رايح حاليا انه تسكر عكا هو منيح حاليا اكم من يوم تاني تأكد انه الاشي مرأ وهدي طبعا احنا منحب الزوار وبدنا الناس تيجي بس بدناش يصير كمان اشي اللي رجعنا لورا يعني بارح كان نسبيا هدي بتأمل اليوم كمان يكون هدي وهيك نكون عم نطلع من الازمة ونرجع لحياتنا اغلب مصالح عكا هي مصالح بتتركز على السياحة فاحنا بهمنا انه الناس رجع بهمنا انه يكون في سياحة بهمنا نشوف الناس اهل عكا بحبوا يلاقوا الناس كمان مش بس عشان المصلحة منحب الناس فمنحب نشوف عكا ملاني فهذا بهمنا كله انه الاشي يرجع في رسالة بتحب توضيها عبر قناتها لليوم لأهل عكا انه زي ما احنا تعودنا نحافظ على بلدنا وزي ما الصورة مبارح البرجزة شفت الفيديو اللي بيشوف الفيديو الناس اكبار وصغار شيوخ ونشوان عم بينطفوا البلد وبيغنوا ومبسوطين هاي عكا اللي بدنا اياها هاي عكا اللي منعرفها يمكن في قلائل اللي عندن اراء تاني اللي ممكن عندن اهداف ما لو مالن اغلبها هالعكا بدي عكا وبده ترجع حياة عكا وبده قرمطة وبده بأزة نفس احنا مش عاملوه لشان بدنا الحياة احنا نتنازل عن قرمطة وعن عزتنا مش اطلاقا في عنا احنا مبادئنا اللي بدنا نمشي عليها وهيك منقدر نرجع عكا بوحدتنا ومحبتنا لبعض والبلد شكرا لئي لك شكرا لؤي فارس هذه هي رسائل مدينة عكا يعني تلخيصا لما قاله لؤي فارس مدير المراكز الجمهرية هنا اسوار عكا يبعث برسائل لها لعكا ان تحلوا بالصبر تعالوا بنا لنعيد الحياة لمدينة عكا كما ذكرنا كذلك ان اهالي اخذوا مبادرات شخصية على نفسهم يعيشون ببيوت متعددة الطبقات ما بين اليهود والعرب يحاولون ان يدمجوا السلم والمحبة بينهم هنا من مدينة عكا من مركز او ضوار المدفع نعيد البث اليكم مباشرة الى استوديهاتنا في قناة هلا شكرا لك زميل فتح الله مريح كنت معنا من مدينة عكا